السلام عليكم وأهلا وسهلا بكم حبيبتي في قناة وصفات لكم اليوم سأتشارك معكم وصفة من أحسن الوصفات المجردة والتي تعطي نتائج أكثر من رائعة فمفعولها رهيب جدا جدا في طبيض البشرة وإزالة التصبغات توحيد اللون وإعطاء نظارة وانتعاش للبشرة والأهم من هذا أنها تحارب علامات الشيخوخة المبكرة التجعيد الخطوط الرفيعة والدقيقة حول العينين فهي تحمل وتحتوي على كمية مهمة جدا من المعادن والبروتينات والبيتامينات التي تعتبر بمثابة كولاجين طبيعي للبشرة خاصة للسيدات يعني فوق سن الأربعين فقط قبل أن نتعرف على مكونات هذه الوصفة حبيبتي أتمنى منكم أن تدعموني وذلك بالضغط على زر لايك إذا أعجبكم هذا الفيديو أيضا لا تنسوا الاشتراك في القناة إذا كنتم من الزوار الجدد لقناة وصفات لكم ولكم مني دائما جزيل الشكر إذن كأول مكون حبيبتي هنا سنحتاج إليه ألا وهو دقيق القمح الكامل فهو متوفر في كل الدول العربية بالنسبة هنا للكيميا دائما تبقى اختيارية أنا هنا سوف أستعمل تقريبا مقدار ملعقتين من دقيق القمح الكامل ما يعادل يعني أربع ملاعق صغار يعني ملعقتين كبيرتين بهذا الشكل من الدقيق الكامل وليس الدقيق الأبيض الذي نستخدمه في صنع الحلويات بل الدقيق الكامل لأنه مهم جدا كونه يحتوي على عنصر السيلينيوم وهو يعتبر من أفضل مضادات الأكسادة التي تحمي البشرة من الأشعة فوق قلب نفسجية كما نعلم هذه الأشعة ضارة جدا يحمي هو أيضا الجلد من التجاعد والتصبغات هنا كذلك حبيبتي بالنسبة لثاني مكون هو الآخر رائع جدا بل ممتاز للبشرة بالنسبة للمكون الثاني الذي هو الآخر رائع ألا وهو الزبادي أو الياغورت الطبيعي فهو معروف في كل الدول العربية بأروب أو دان المسوس أو الزبادي هذا الياغورت يحتوي على حمض اللكتيك الذي يتميز بسهولة اختراقه لطبقة الجلد وتنظيف أيضا وتطهير المسامات وبالتالي يساعد هو في تفتيح البشرة وإزالة البقع لهذا أنا سوف أستخدم هنا الزبادي سأضيف هنا الزبادي وأقوم بخلط ودمج المكونات جيدا مع بعض هنا ممكن استخدام سواء الزبادي أو كذلك حتى القشدة الطرية نقوم بخلط ودمج العناصر هكذا بعد ذلك سنضيف مكون آخر هو الآخر ممتاز مبيض مفتح يشد أيضا البشرة ويعمل على تضييق المسامات التي تكون واسعة بالبشرة إذن أنا هنا وضعت الزبادي بالنسبة دائما للكمية يعني الكمية الوصفة تبقى اختيارية والمكون الآخر الذي يعتبر ككولاجين طبيعي للبشرة مفيد ألا وهو سنستخدم هنا بياض البيض إذا توفر لديكم البيض البلدي يكون أحسن لأنه يعطي نتائج جيدة إذا لم يتوفر يستخدموا البيض العادي أنا دائما أستخدم البيض البلدي لأنه يعمل على إزالة التصبغات والكلف والبقع البنية ويشد أيضا البشرة إذا سوف أضيف هنا كمية من بياض البيض هكذا بهذا الشكل هنا إذا كانت البشرة جافة جدا استخدموا بدل بياض البيض سفار البيض دائما حسب نوعية بشرتكم إذا سأقوم الآن هنا بخلط ودمج العناصر جيدا حتى نتحصل على خليط يكون متجانس يعني يسهل فرده وتطبيقه على كامل البشرة نخلط جيدا كآخر مكون سأضيفه هنا ولكن هو اختيار يعني إذا كان متوفر لديكم فقوموا بإضافته إذا كان غير متوفر ممكن الاستغناء عنه هذا المكون رائع جدا ألا وهو سأضيف هنا العسل عسل النحل سأضيف تقريبا ملعقة صغيرة هكذا من العسل كما قلت لكم فهو اختياري فمن منكم لا تتوفر على العسل الطبيعي ممكن الاستغناء عنه يعني ليس بالضرورة وضعه في الماسك أو الخلطة سأقوم أنا هنا جيدا بخلط المكونات حتى نتحصل على خليط يكون كريمي يعني يسهل توزيغه على البشرة نخلط جيدا العسل نحل هو مفيد جدا لأنه مضاد للأكسدة أيضا كما نعلم يحمل البشرة من مختلف المشاكل مثل التجعيد رؤوس السوداء أيضا يعطي رطوبة عالية جدا كما تلاحظون حصلنا على شكل أو قوام يكون كريمي فالوصفة ممثازة جدا جدا إذا ندمج جيدا هكذا هنا بعدما نقوم بخلط هذه المكونات جيدا سنترك هذه الخلطة جانبا إذا كما قلت نترك هذه الوصفة جانبا تقريبا مدة نصف ساعة إلى 45 دقيقة حتى تلاحظون أنها انتفخت وتضاعف حجمها كما قلت بعدها سنقوم بغسل البشرة طبعا بماء يكون فاتر لتفتيح المسامات ثم نقوم بتطبيق هذا الماسك على البشرة يعني بالطريقة العادية نفرده على كامل بشرة الوجه كذلك الرقبة دائما لا ننسى الرقبة بداية دائما بالرقبة إلى كامل بشرة الوجه نركز دائما على الأماكن التي تكون بها بقع بنية تصبغات كذلك نفرد طبقة تكون سميكة بعض الشيء لأن هنا البشرة سوف تتشرب هذه الوصفة أو هذا الماسك نفرده بهذا الشكل ثم بعدها نتركه تقريبا إلى غاية ما يجف وستلاحظون أن الوجه إذا جفت الوصفة ستلاحظون أن الوجه أصبح مشدود ثم بعدها تقومون بإزالة هذه الوصفة قموا بتركها تقريبا مدة نصف ساعة إلى غاية ما تجف بالنسبة لطريقة إزالتها نقوم بشطفها بما إن يكون فتر ثم بعدها بالماء البارد وذلك لغلق المسامات بالنسبة حبيبتي لهذا الماسك ممتاز ومن أروع الماسكات لأنه يحتوي على الدقيق الكامل مفيد جدا للبشرة سوف تبهركم هذه الوصفة اعتمدوا على هذا الماسك من مرتين إلى ثلاث مرات بالأسبوع فالنتيجة ستبهركم جدا هذا الماسك أنصحكم جدا جدا بعمله لأنه يستحق التجربة بإمكانكم أن تستنتجوا بأنفسكم يعني فوائد ونتائج هذا الماسك لأن له يعني فعالية كبيرة ويعطي نتائج أيضا كبيرة في التغذية الداخلية والخارجية للبشرة التي تنعكس دائما على إعطاء نظارة وحيوية للبشرة كذلك هو سوف يزيل لكم التجاعد هذا الماسك هنا إذا تبقى لديكم منه ممكن أن تحتفظوا بما تبقى في التلاجة احتفظوا به في التلاجة يبقى صالح لمدة يومين بعدها يمكنكم يعني إعادة صنع هذا الماسك مرة أخرى كما يمكنكم أيضا وضعه على اليدين القدمين لأنه رائع كما قلت سواء لتبيض اليدين أو لتجاعد اليدين إذن كانت هذه هي وصفتنا لليوم سهلة بسيطة مكونات طبيعية أتمنى دائما أن أكون عند حسن ظنكم طبعا إذا أعجبكم هذا الفيديو لا تبخلوا علي بالتقط على زر لايك ومشاركة هذا الفيديو مع الأصدقاء حتى تعم الفائدة وإلى اللقاء اشتركوا في القناة